ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصة لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتأتي جلسة العمل الجديدة هاته امتدادا للتوجيهات التي أعطاها جلالة الملك خلال اجتماعي التاسع والرابع عشر من شتنبر والتي وضعت لبنات برنامج مدروس مندمج وطموح يهدف إلى تقديم جواب قوي منسجم سريع وإرادية بميزانية توقعية إجمالية تقدر بمئة وعشرين مليار درهم على مدى خمس سنوات تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الذي قدم بين يدي جلالة الملك الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال مراكش الحوز تارودانت شيشاوا الزلال وورززات مستهدفة ساكنة تبلغ أربعة ملايين نسمة فصل اثنين ويضم هذا البرنامج الذي تم إعداده حسب مقاربة التقائية وعلى أساس تشخيص محدد للحاجيات وتحليل للمؤهلات الترابية والفاعلين المحليين مشاريع تهدف من جهة إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة تبقى للتدابير الاستعجالية المقررة خلال اجتماع الرابع عشر من شتنبر ومن جهة أخرى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة ويتمحور خول أربعة مكونات أساسية أولا إعادة إيواء السكان المتضررين إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية ثانيا فك العزدة وتأهيل المجالات الترابية ثالثا تسريع امتصاص العجز الاجتماعي خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال رابعا تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وكذا تثمين المبادرات المحلية كما يتضمن البرنامج وكما أمر بذلك جلالة الملك إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية خيام أغطية أسرة أدوية مواد غذائية بكل جهة وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية وخلال جلسة العمل هذه دع صاحب الجلالة نصره الله الحكومة إلى تنزيل الرؤية التي تم تقديمها على مستوى كل من الأقاليم والعمالة المتضررة وشدد جلالة الملك مجددا على أهمية الإنصاط الدائم للساكنة المحلية قصد تقديم الحلول الملائمة لها مع إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة كما شدد صاحب الجلالة حفظه الله على ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقاوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة وسيتم تأمين التمويل لهذا البرنامج الكبير انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي وفي هذا الصدد وفي إطار مهام صندوق الحسن الثاني في مجال دعم إنجاز البرامج والمشاريع ذات النتائج المهيكلة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية أصدر جلالة الملك تعليماته السامية قصد مساهمة هذا الصندوق بمبلغ ملياري درهم لتمويل هذا البرنامج وحضر جلسة العمل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد علي الهمة ووزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد توفيق ووزيرة الاقتصاد والمالية السيد نادي فتاح ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيد فاطم الزراء المنصوري والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي القجا والفريق أول محمد بالريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية